بدايةً لو سمحتك، ما هو الفرق بين الانفعالات والمشاعر؟ المشاعر هي تجربة عقلية واعية، يعني هي نشاط عقلي الانفعال هي نتيجة هذه التجربة إنه ما يحدث بالشعور؟ بتطلع الانفعال شعور أفضل شفاهم أوكي، أكثر شيء الانفعالات عايدة لو سمعت أوكي، المشاعر هي تجربة عقلية من العقل تطلع فعشان هيك مرات لما يقولوا قلبي بوجعني لا، هو من العقل على فكرة كل المشاعر كلها من العقل ما في شيء من القلب يعني أصدق أفكار، يعني إحنا بنفكر في إشماعيين بالضبط، هي تبدأ بفكرة، فبصير الشعور بعد الشعور فيه سلوك، السلوك هو الانفعال يعني فكرة شعور سلوك، فأنا أي فكرة بتطلع بعقلي بخليها موجودة بتصير انفعال، هذا الانفعال بيسوي أشياء سلوكية تؤثر علي وعلى الحوالي نعم، هلأ لنا إحنا لما يعني نشعر بمشاعر سواء كانت فرح، سعادة، غضب، حزن، خوف، مفاجأة على اختلاف هاي خلينا نحكي المشاعر جسمنا بتحرك وبناءً عليها بتطلع هاي الانفعالات فيعني تحكي بنا أكتر يعني كل مشاعر كيف جسمنا بتصرف معها عشان يطلع لنا هاي الانفعالات تمام، هلأ مثلا السعادة هي شعور ممتع فالانسان بيستمتع فيه، بيحس حاله هاي خفيف كل ناس تسأليهم لما كن في تجربة سعيدة بتلاقيهم على طول التم هيك طلع لفوق حطقة العين بتوسع الجوانية العينين بنزلوا هيك أكتر بيصير يعني الوجه مرتاح أكتر العضلات بترتاح، الصوت بيكون مناسب بيكون الشخص هاي التجربة مستمتع فيها مثلا الخوف بيصير العين نفسها بتكبر والحطقة بتصغر علشان يقدر يشوف حواليه للحفاظ على الحياة لأنه بيكون عم بدور على الاشي اللي هو يعني مش بالعادة بيكون فيه اشي بيخوف حتى لو هي فكرة بس هيك الجسم الفيسيولوجيا هيك بعمل ردة فعل والدم بنتقل على الاجرين بالخوف علشان الانسان يقدر يهرب أكتر عشان يقدر يتحرك أكتر طبعا غير ضربات القلب اللي بتصير أسرع والتنفس اللي بيصير أسرع هاي كلها علامات حيوية يعني علامات حيوية بس هي فكرة أستاذة انه نحنا بجوز بجوز بعد الكورونا صار فيه قلق وخوف كتير فمنظلنا نسمع انه حاول سيطر على انفعالاتك ما تعصب فيه ناس بصيروا عصبيين كتير فيه ناس على العكس فيه حزين وانطوائي وبطل واحد أحيانا يعرف حاله كتير نسمع انه هذا مش أنا بطلت أعرف حالي أنا مش هيك فكيف ممكن انه نسيطر على مشاعرنا كيف ممكن نسيطر على انفعالاتنا كيف ممكن نتعامل مع هاي المشاعر السيطرة على الانفعالات هو اللي صار مع الناس انه بس قعدوا وبلشوا الناس يتعاملوا مع حالهم أكتر بوقت لما قعدوا بالبيت أكتر الانسان استكشف حاله أكتر فوقتيها انصدموا أنا مش أنا لأنه اللي كان عم بتعامل معه مع الناس قبل كانت هي البرمجات والأشياء اللي هو سواها كشخصيته وبلش يتعامل معها مع الناس ومع الآخرين وفكر انه هاي هي شخصيته لكن لما قعد بالواقع اكتشف انه لا فيه جوانب من شخصيته ليش العزلة مهمة العزلة حلوة لأنه الواحد بيستكشف حاله بيستكشف شو الهوايات بيستكشف شو الاشياء اللي بيحبها رجعوا الناس انطلقوا بالحياة فصار انه الناس بتها ترجع الشخصية القديمة لكن هو رتاح بفطرته بالاشياء اللي هو مبسوط فيها بنفس الوقت بطلت تخدموا هديك الشخصية او الفطرة ما عم تخدمه ما هي الناس يا عم بتقبل التغيير فيه ناس ما عم بتقبل التغيير فيه ناس كتير بالعكس عم بقولوا انا كتير ارتحت حددت علاقاتي زبطت اموري رؤيت هار عندي وقت اكتر لحياتي لبيتي لشغلي لدراستي وفيه ناس لا اتدايقوا من هذا التغيير رفضوا التغيير فبالعادة الانسان برفضوا التغيير لنا هلأ يعني ممكن كل الاشخاص بمرؤوا بنفس المشاعر ولكن اكيد بيكون درجات مختلفة وردات يعني ردات فعلهم انفعالاتهم بتكون مختلفة فتحكينا عن هذا الموضوع ليه كل شخص بيكون فرق عن التاني او كيف انا لازم اسيطر على انفعالاتي هلأ الفروقات كتير كبيرة لانه هلأ لو بدنا نعطي تعريف ونحكي لكل حدا معانا بالستوديو عرفوا لي معنى السعادة كل حدا هيكتب تعريف مختلف ولا حدا هيكون زي الاخر فاحنا استجاباتنا الداخلية لأي شعور بتتمثل بشو اللي صار وقتها شو كانت حالتي النفسية والجسدية والصحية كيف انا طلقت الخبر مين كان جنبي مين علا انا كشيف شعرت فهاي كلها بتسوي زي هو رابط لهذا الشعور فبيسوي مثل رابط مع الشعور إلي فبصير هذا اي اشي بصير سلوك بالبق بهذا الشعور فكيف احنا نتخلص من هاي الانفعالات اللي ما بتخدمنا انه التنفس التنفس اشي كتير مهم الواحد بس يحس فيه شعور مثلا اجت فكرة هاي الفكرة عم تعطيني شعور خوف اسأل حالي من وين هاي الفكرة اجت ليش هلا انا خايفة مثلا انا قاعدة انا هنا والان انا بأمان ما في شي بخوفني فاذا هي الافكار هاي الافكار من وين اجت من برمجات سابقة او من مواقف سابقة صارت معاي طيب هلا مش موجود هذا الموقف فبس انا بترك الفكرة بتنفس وفيه تمرين كتير حلو وسريع بقدر اسمي خمس اشياء حوالي وين انا قاعدة مثلا زي هلا انا قاعدة فيه هون كنباعي فيه هون مق فيه هون طاولة فيه هون مثلا شجر بصير الدماغ تلقائيا يتشتت عن الفكرة اللي عاملة كل هذا الخوف فبتلاقوا شوي شوي مع التنفس ضربات القلب خفت رؤيت بعديها بفهم بالضبط انا هذا الخوف انه هو عبارة عن اشي مش حقيقي نعم احيانا بنحارب نحنا افكارنا يعني بنحكي انه عم تجيني هاي الفكرة سلبية بحاول احاربها وعم بجيني هذا الشعور عم بحاول احاربه وبحكي انا لا امتى صح نحارب وامتى مش صح انه نحارب انه نتقبل لا انا فعلا حاسس بالوحدة مثلا فيجب انه اعالج هذا الموضوع انه اتعرف على شخص او 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 انا خايف عادي من حقي اني اخاف فمثلا امتى ممكن احارب يعني صح اني احارب الفكرة واشتتها وامتى صح اني امشي معها هلأ اذا انا قاعد بشغلي مثلا مش منطق هلأ انا افكر بهاي الفكرة وتخرب علي كل الانهار والعلاقات مع الجملاء مثلا وتخرب الشغل او انا بالجامعة فهي الفكرة رح تأثر على الاستيعاب والتركيز تبعي لكن انا اكون دايما واعي انه انا عندي مشاعر خوف فانه هدول بدي اشتغل عليهم فممكن انه كل شخص فينا يحدد وقت بالانهار لو عشر دقائق اعد فيهم اعمل سماح بالرحيل لكل الشعور معلش انا بعصب لما يصير معي هيك انا بخاف من هذا الموضوع وحلو انه الواحد يقرأ اكتر وياخد كورسز يعني مش غلط انه اذا حدا عنده خوف مثلا من التحدث قدام جمهور في مليان كورسز كيف انا انفعالاتي والغضب في مليان ناس ممكن يساعدوا بهذا الموضوع وممكن يقرأوا ويحضروا كتير يعني موجود صار مجانا مليان مواد لا حتى نصيحة اخيرة تحب توجيهه لهي اياهم يعني الاشخاص اللي بالفعل بيكون في عندهم هاي المشاعر غير عن انهم ياخدوا كورسات ايش هيك نصيحة بتعطيه اياها اهم اهم الشي الواحد يعطي وقت لحاله يعبر عن حاله يعني انا زي ما حكينا قبل شوي انه صار في شعور معين لا انا بحكي انه هذا شعور دايقني اعمل حدود الي كل ما انا حبيت حالي اكتر كل ما انا توافقت مع حالي اكتر فهمت حالي اكتر كل ما كان اسهل التعامل معي مع الناس وكل ما بطل يصير اشي اللي هو اسمه الكبت والقمع انه انا اظلني امسك هالمشاعر واقبتها او اقمعها لبعدين لا اوكي انا قمعتها وقبتها بوضع معين لكن بعدين هاي المشاعر لازم اتعامل معها وكلنا عنا مشاعر كل الناس بتغضب لكن خليكون عنا يعني نعرف كيف انضبط الامور من غير الكبت والقمع نعم جميل جدا شكرا جزيلا استاذة لينا بسيسو على هذه المعلومات المهمة شكرا شكرا لكم اهلا المساعد